إنه هناك الماء يقطر منه على زبائني دائماً لا تقلقي ليلى سأعالج المشكلة مرحباً سامي إنها عطلاتك هذا جيد ربما أنهيت العمل ولكن تنتظرني أعمال أخرى أولاً علي أن أحفر حق للخضروات ثم سأقوم بكي الملابس وأخيراً علي أن أدهن باباً منزلي كيف أساعدك؟ أتسأل هل تبيعين فراش يدهان؟ لدي أفضل فراش دهان في أرض الأحلام اتبعني ماذا تفعل سيدي؟ إنه إنذار قديم لضابط قسم الإطفاء لست هرماً إلى ذلك الحد قصدت أن الخرافة قديمة تناقلتها الأجيال عبر السنين عندما تهب الريح من الغرب فإن الإطفائية لن يرتح أبداً احذروا إن كان اليوم عاصفاً فالكثير من العمل بانتظاركم هذا كلام جميل حين تهب الريح من الغرب فإن الإطفائية لن يرتاح أبداً عيمن الأمر سيء لأن السامي في عطلة علينا جميعاً أن نبذل جهداً مضاعفاً وأن نكون مستعدين لهذا اليوم الحافل حاضر يا سيني رئيس قسم الإطفاء أظن أن هذه ستكون جيدة يا ليلى أوه اختيار ممتاز والآن هل قلت لي أيضاً إنك ستكوي ملابسك؟ نعم هذا صحيح أوه لدي هذا المنتج بخاخ جديد ينبعث عطره أثناء كي الملابس صدقني راقد رائع جداً شم العطر مرحباً يا سارة هل تريدين القدوم لترى شيئاً رائعاً في الخلف؟ حسناً موافقة تعالي إذن انتظر سأجد مكاناً أترك فيه الكلب النجدة النجدة إنه فتحي يبدو أنه في ورطة النجدة أمزلوني النجدة يا للهول ما هذا؟ النجدة أمزلوني تمسك يا فتحي أحتاج إلى السلم لا تقلق أمسكت به سامي أحسنت عملاً يا تامر لا أستطيع التشبث مدة الأطول مرحباً يا فهد حسناً تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً أعني حريقاً كبيراً جداً حسناً هكذا؟ هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا خرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شئت أوه لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن فهد أطلق الحبل الآن هدعنا أيها الحب الصغير شكراً يا فهد أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصحيح إلى اللقاء شكراً لا مشكلة يا فاتن حسناً يا فاتن لنعود إلى منزلي لنرى من يصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية وكأننا لا نعرف سلفاً ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن وما أدركت بذلك؟ هيا ذهبي أضي إلى منزلك محسن غانم علقة في البئر؟ حسناً هناك صبيون في البئر المجاور لطريق الوادي بسرعة يا سامي ربما ينقصه الطعام لن نستخدم السلم للنزول إلى البئر لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستهرق وقتاً إذن عليك الإنزلاق لأسفل البئر يا سامي حظاً طيباً خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك آه شكراً يا أمي مكادو نصل يا أماني إنه سامي لقد جاء أخرج يا سامي قل إنك ستفعل بالطبع سأفعل يا ليلى حسناً يا أماني أربط الحبل إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن حسناً يا محسن اهدأ سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك حسناً يا سامي كن حذراً سامي أليس شجاعة يا قد أوقعت كل نقودي لا تباري بذلك يا محسن محسن ما الذي أنزلك إلى البئر آسف يا أمي لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة زلج سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استحدامها للشراء واحد أوه أنت عديم الصبر يا محسن غانم أعلم آسف كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة زلجي ولهذا اشتريت لك هذا شكراً يا تامير ولكن محسن هناك شرط واحد اللعب ممنوع وخصوصاً التزلج داخل متجار أمك لن أفعل أعدك يمكنك فعل ذلك يا أيمان هيا تشجع أنا أتعلق وأمثر إلى الأرض سأهبط بالطول وبالأرض أحبتك أخيراً أحسن تصنعاً يا أيمان بقي شخص واحد عليه الإنزلاق كلب ينزلق هذا لا يصدق ليس شمشوم وإنما أم أنا؟ في الأعلى؟ لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري حلق يا جميلتي لا توجد رياح كافية سأجرب في الحق المجاور من هنا نعم كنت بارعا جدا يا أمي أماني قالت ذلك أنا متأكدة من ذلك أنت بحار بالفطرة عجبا استمع إلى صوت الرياح الرياح القوية تناسب الإبحار أمي لم لا أبحر بك في الزورق أنت راشدة أماني قالت إنني أستطيع الإبحار مع راشد أرجوك يا أمي أرجوك أحذر محسن أعلم ما أفعله يا أمي أنت ترشقني الماء محسن لا تفزعي أنا رغب ترفع الشراح لا تحرك سوف ينقلب لا لن أفعل هاتي لقد رفعته أخبرتك إنني بارع نحن نميل النجدة نحن نميل يا محسن لا بأس إن جدفت قليلا سيصبح ثابتا أنظري ما جعلتني أفعل محسن أعيدني هذا لا يعجبني أشعر بالغذيات أنا لا أفهم لماذا لا تطير نعم هناك رياح أتود بعد المساعدة يا رئيس قسم الإطفاء أنا لا 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 أحتاج إلى المساعدة كل ما أفعله أنني أختبرها أستطيع أن أريك يلا العجب لقد ابتعدنا الأمواج دار سافع أعني يا محسن المكان غاصم هنا الموج ليس عاليا جدا لا تخافي نحن ندور في مكاننا هذا لأني لا أملك إلا بشدافة واحدة سأمرض حتما بسرعة اتصل وطلق المساعدة اتصل لا أستطيع لم أحضراني إذن لو أنهي وصرقين النجدة 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 حسنا أنا في طريقي إليكما حادث في الباحر إنه أوه شادي إنها عائلة شادي ثانية لقد جنحوا في قارب شادي انطلقي بسرعة أماني هيا لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل سأذهب بدلا عنها السيدي متأسف أمان أماني هي الخبيرة هنا هيا خذ السيارة واذهبي اسمع سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت حسنا إنه يوم حافل جداً لا جدوى يا شمشوم لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر هيا أماني هيا يمكنك فعل هذا هيا أماني أماني لا جدوى أنا أعرض الجميع للخطر أنا آسفها سيدي لا أقوى على تنفيذ عمليات الإنقاذ يجب أن ترسل سامي حسناً أماني ابقي مكانك المساعدة قادمة أيمن أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء سأجعل سامي يقابله هناك سأفعل سيدي سامي أجل سيدي أنت سريع أنا مستعد لأداء الواجب ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيتي؟ لا أظن أني مصابة لحمة لنخرجك من هنا كنت أترب فقط ألا تستطيع أن تجعلها أكثر إثارة بدأت أصاب بالدوار أحب أن أجعلها تطير هكذا من إمكانك أن تنفيذ بعض الحركات البهلوانية دعني أره توقف راقب هذا ماذا فعلت الآن؟ ما كان يجب أن يحدث هذا هذا صحيح وطائرة المحطمة؟ لا مشكلة نستطيع الصعود وإحضارها لا يا محسن فالأخصان مرتفعة كثيرا ليس إن استخدمنا تلك الأخشاب إن كومت هذه الجذوعة فوق بعضها فإننا نستطيع استخدامها للوصول إلى الغصن المنخفض هل هذا آمن؟ بالتأكيد وكيف لنا أن ننزل طائرتك بغير هذه الطريقة؟ إنها ليست ثابتة تماما سأسعد وأساعدك المكان متفع جدا لما أصغي إليك دائما رغم أنني أعرف ماذا سيحدث لا أستطيع النظر أيمان لا يمكنك إمقاذ دولي إن كنت لا تنظر إلى الأسفل أبعد يديك عن عينيك يا أيمان فأنت تبدو مضحكا جدا لا أريد أن أنزل النجدة النجدة نجد ومن هذا الصراخ ففهد ليس في مركز الإنقاذ أستطيع أن أرى من روحيته في قسم الأدفاء هناك أعلم عرفت خطرت لي فكرة لا يا محسن سئمت من أفكارك الرائعة لذا سأنفذ فكرتي أنا هذه المرة أسرع إذن فيداي تؤلمانني كثيرا سأرسل رسالة الصغيرة إلى مدينة الأحلام بطائرتي هذا لا يسمح لك بجعل الطائرة تطير في مدينة الأحلام لكنها حالة طارئة وضرورية يا محسن النجدة أنزلوني لا أريد أن أبقى في الهواء أكثر من هذا ماذا سنفعل؟ الظروف طارئة تتطلب إجراءات طارئة أيمان تذكر أن دولي تحتاج إليك لكي تنقذها دولي طبعا نسيت أمرها حسنا سامي أيمان سيهب لنجدتها أنا قادم دولي أرجوك بهدوء أنا آسف يا أطفال سنفعل ذلك في يوم آخر أعدكم هذا ليس عدلا نعم قال سامي إن هناك مفاجأة تنتظرنا عند نهاية الجبل هاي لما لا أكون أنا قائدكم في الرحلة؟ لا تكن سخيفا يا بني تحتاجون إلى راشد ليأخذكم إلى قائد قوي وآمر أيضا رجل مرهف الحس أقصد رجل قوي وصلب أنا أنا أستطيع أخذهم أوه تامر بالطبع أتريدون أن أخذكم يا أطفال؟ رائع مذهل ماذا؟ تامر سيأخذنا في رحلة إلى الجبل هذا مستحيل أنت قادر على ذلك صحيح؟ بالتأكيد أنا قائد بالفطرة عندما يفشل قائدنا بالفطرة فشلا ذريعا سأحظى بفرصتي لأكون المسؤول ها هيا استمروا جميعا مهلا محسن ليس بهذه السرعة ها أوه لا يا للهول رائع أنا لم تعد لدينا خريطة من يحتاج إلى خريطة؟ كل ما علي فعله هو أن أتبع أنفي هيا سنبدأ بجمع الصناديق وإبعادها يا فهد فحاول أن ترى إن كان هناك المزيد لا تقلق سامي سابعل ذلك واحد اثنان ثلاثة هيا أجب سامي توجد عدة صناديق أخرى طافية إلى الجنوب منك شكرا فهد لكن أخبرنا كيف الوضع على الشاطئ إنه رائع أيمن وشادي يسيطراني على الوضع لقد سلتنا هذا الطريق من قبل قالت تامر إنه كان يتبع أنفه ولا يبدو أن أنفه يعرف الطريق أليس كذلك؟ ماذا سنفعل الآن؟ الآن فارس سوف نتناول الغداء اللذيذ ها عرفت أن هذا سيجعلكم تفرحون حسنا إذن من الذي أحضر الطعام؟ ظنني أنه معك أنا؟ لا ظننت أنه معكم هذا أسوأ يوم النقضي في الخارج على الإطلاق هاي 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 لا داعي للإكتئاب محسن فلا نزال نستمتع بوقتنا لكن ليس لدينا طعام غداء ها من يحتاج إلى الغداء؟ سأخبركم ما الذي يبهجكم الآن؟ محسن وفاة لم يبقيا هنا لكننا سنبقى لن أتقدم خطوة حسنا لنرتح هنا قليلا ها؟ ظننت أنكم متقدمون علينا وكذلك نحن لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل أوه آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث؟ آه لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأسة آه 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 ما الأمر؟ آه قدمي أنا أتألم آه لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أتشده 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 آه إنه صوت والدي محسن أتشده الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير آه آه حسن هل أنت بخير؟ آه قصدت في قدمي وهي تؤلموني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجب أجل يا أمي آه لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جريا آه سيستغرق هذا أسبوع كثيرة ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير كبية قصاش هم المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً إنهما حيماً وفتح يديهماً وشرفاً صارع وفارس ماذا؟ سامي وليلا؟ إنما كنت أخطئاً فهم متقاربون جداً سأنتهي سمعوا بالتعادل ما أهلاً؟ لا 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 أصدق سامي وليلا ألد سباك السيخان الثلاث يلا الروعة لقى النجاح يلاه من سباك الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسناً يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة ولكن المساة قادتنا إلى الاتجاه الخاطر غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلا ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأسة ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أتشده 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 ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلى يجب أن نعود جريا سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير كبير قشاش المفروض أن يصلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما أيمن وفتش يديهما وشرفا صار وفارس ماذا؟ سامي وليلى إنما كل أخطي أنفعهم متقاربون جدا سيتهي سمعوا بالتعادل ما لم؟ لا 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 أصفق سامي وليلى ألد سباك السيخان الثلاث يرى الروح لقي المجاعة يلاهو من سباك الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكراً يا سامي هذا ليس عدلاً محسن يغش ومع ذلك يركب مروحية رائعة مهلاً اركبي يا فاتن هاي اهو رائع كنت محقاً يا محسن قلت أني سألت تعالي ليتها النبتة الجميلة تريدين بعض الراحة قبل أن نذهب إلى فتحي؟ هل المكان مشمس؟ ربما تفضلين الجلوس ما قد عدت؟ سأعد الشاي لا لا يمكنك القدوم لا يجب أن يرى نبتة الطباطم الخزانة الصغيرة هل من مشكلات أيمن؟ لا لا كل شيء على ما يرام أنا جائع جداً هل لدينا بسكويت؟ أظن ذلك لقد رأيت علبة البسكويت هناك في المكتب سوف أذهب حالاً وألقي نظرة مسكينة أيتها الطماطم ماذا سأفعل بك الآن؟ ماذا؟ خطرت لي فكرة ماذا يفترض بهذه أن تكون؟ لا يفترض أن تكون شيئاً يا محصن إنه فن فن بالأزهر هل هذه ما ستشارك فيها في عرض الورود؟ إنها نبتة عصرية لا إنها نبتة الطماطم التي تخص سيد سليم على الأقل كانت كذلك أين الطماطم إذن؟ لقد سقطت عندما أوقعتها أنا في ورطة الآن صدقني لا تخف أبداً يا أيمن وقعت في مشاكل أسوأ من هذه بكثير أعلم ما عليك فعله هاك هيا قل الحقيقة يا أيمن ألست عبقرياً؟ لكن يا محصن لا يزال واضحاً أن الطماطم ملسقة إنها بخير أحرص فقط على إخفائها خلف شيء كبير ومريع أعرف النبتة المطلوبة تماماً كم هي جميلة الآن انظري إلى الفجوة التي خلفتها أبي هل ستقلب الأسمد الآن؟ سامي قال إنك ليس الآن فانا مشغول جداً لقد حان وقت بدء عرض الورود والخضروات انظري انظري يا هنم ما أرواها آسف سيدة طماطم لا أظن أنك ستفوزين بالجائزة الأولى مش مش محاصر في قبو مليء بالماء وفتحي معه هناك أيضاً أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذه على الفور يبدو أن القفلة تعطل أماني محطة لا أستطيع تحريكه أيضاً لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي اذهبوا وأنقذوا فتحي سلامة الناس أولاً كنت متأكداً يا سيدي فهيا إذاً لنذهب قبل وفقاً آمل أن يكون فتحي بخير أحتاج إليه لكي يغني معي لا تقلق يا أيمن أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن إنه في الداخل صحيح؟ فتحي أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافاً يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المطقة أولاً كل شيء في وقته أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش فتحي هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي أمسك ذراع يا فتحي أحسنت سامي أوه مشمش أنت بأمان بقيت هادئاً تماماً وفعلت كل شيء على حدة ليتني فعلت ذلك ما كنت تورط في هذه الفوضى لا تقلق على الأقل أنت بأمان نعم شكراً جزيلاً لك يا سامي هيا فتحي لنذهب ونغني أغنيتنا مهلاً يا أيمن كل شيء في وقته أليس كذلك؟ نعم كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الفزانة وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي فتحي أيمن أيمن يا أيفتي نحن نتراشق من فهد إلى الإطفاء سامي هل تسمعوني؟ أسمعك بوضوح يا فهد؟ حددت موقع الحافلة إنها عند المعبر يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق المكان موحل جداً هناك شكراً يا فهد نحن في طريقنا أمل أن يكون الجميع في الحافلة يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم، لا يمكن أن أجول هناك أبداً في النهار فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً، مروحية فهد؟ هنا، أنا هنا، أرجوك لا يعلم بأنني تهد أولين quemле أوه، محسن؟ هل تحاول إلى الخافتي؟ أو، وزل! تامر تفضي العطفة إلى الثاني أنا جاهل هل الجميع بخير؟ أوه سامي الآن فقط أشعر بالإتمانات حسناً سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامر؟ يطلب المساعدة يا لشجاعته ترك الحافلة سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية قد يكون في أي مكان أيمن أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد أنا سامي السيد تامر في مكان ما سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي أحتاج إلى شخص آخر معي لا تقلق اعتمد عليه أسناً سامي جاهزون للأسف ليس لدينا شائف لدي كلب كلب كبير أترى ماذا؟ ماذا؟ أنظر هناك نعم أفضل من البقاء عالقيني خلف شريط على بعد أميال من الإثارة إنها حالة طارية حريق مشتعل في كل مكان لكن أتخاف ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس لنقترب أكثر أسبب لا أستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية آه إنه فهد في مروحيته أمسكت بك يا فارس النجدة 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 أنظر سيدي حالة طارية صبياني عليقاني على السق يبدو أنهما في ورطة أيمن يجب أن نستخدم سلم جوبيتر إنه ولدي محص وولدي فارس حسنا سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكوناه سيدتي وسادتي وهو محص الغانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتسأل لمن هي؟ إنها فردة حذائك سيدي حذائي؟ استقدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمان انتبه كنت أذهسهما أتسأل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخارقين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول شمشون يريد مننا أن نتبعه سأخذ سيارة الإصعاب ربما تأذيها عنا الجزامي تلك جاحنة فتحي أحسنت صرعاً يا شمشون لقد فعلتها فاتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فاتحي حسنا تراجعوا جميعا إلى الخلق أماني مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنضطر لخلع الباب لمحررك يا فاتحي أماني أحضري أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حذرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فاتحي آطني يدك شكرا سامي يا للهول ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صنعا إنه بطل قال سامي شيئا عن خروفين هاربين سيدي الفواغ لقد انتهى قال فتحي يعالج بالقوف مظلة؟ أليس هناك مظلة عندما يهبط؟ لا محصن غانم إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي بسرعة سبيحة أطلوب المساعدة سأتصل بالإطفائي سامي صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي؟ أجيب يا سامي هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي هذا ليس تدريبا لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي من الجيد أننا تدربنا على هذا صحيح؟ نعم لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سابي؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسن غانم عليه ما تجري؟ ما حسن؟ رأيت ماذا فعلت؟ يا للعجب ما هذا؟ أيمان جاهز خرطيم الماء أماني أبعد الجميع حسنا سامي ليتراجع الجميع لطفا فقد يكون الصاروخ خطيرا هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا نعم كانت مجرد حادثة حسنا لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك هل هو مصنوع من مواد خطيرة؟ لا أذكر أبدا لم أنجز إلا ما كتبه هنا وأضفت المزيد من كل شيء أم تأكد من أنك لم تضع شيئا آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط الكثير منها إنه مجرد صاروخ بسيط كل ما في الأمر أنه كبير أعتقد أن كل شيء سيكون بخير أنا آسف ظننت أنني أستطيع صنع صاروخ رائعا كصاروخ فتحي فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها ليس شيء تتعلمه في يوم واحد أعرف يا سامي وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخ فتحي أيضا ليس تماما عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجه إلى الجرف أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام العفو لذا كل ما تبقى لي لأقوله خمسة أربعة ثلاثة إثنان واحد ماذا؟ شواء تامر أشعل ناراً في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه أرجو أن تكونوا جميعاً قد اتبعتم لدرس هذا الصباح حسناً يا عيمن يبدو أنك ستأكل استجنق في وقت أبكر مما ضمنت أمل أن يكون قد تبقى منه شاك سنحتاج إلى خرطومي ماء لإطفاء هذا الحريق حسناً سامي والآن يا عيمن افتح الماء سامي انظر هناك واحدة من قوارير الغاز قد تنتجل في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها هيا أبطل جميع بعيداً بينما نسيطر على الحريق يا عيمن حاضر سامي هيا تراجحوا جميعاً من هنا أماني استمري في رش الماء على أبوة الغاز لتكتيها باردة بينما أطفل ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي استمري انتهيت انطفأ الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء أي سامي آسف يا محسن فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد حتى إنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضاً يا تامر فقد كنت أتباهى قليلاً الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلاً برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما حسناً أماني عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة النجدة نجدة ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن افعليها لا لا تستطيعين فعلها أنت خائفة النجدة ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن بل لأنني لا أريد يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة النجدة أوه اسمك هناك من يصرخ النجدة لقد عليك السلط قادم من الجر هيا بنا النجدة النجدة إلا ها أماني حمنا لله أنكم هنا لقد عليك على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة ماذا تحملين بيدك عسى استغاثة ماذا؟ يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإدخاء سامي أحسنتي ولكني بحاجة إليها الآن فاتن أيمكنك رميها إلي أنا؟ حسنا رمية رائعة يا فاتن عجبا ما هذا أين ذهبت العصة؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف سأتصل بالإطفاء سامي نور استغاثة انطلق من الجرف؟ رأى فاتن استغاثة يا سامي لا بد أن أحدا ما في ورطة سيقابل كفاتناك بالمروحية موسيقى موسيقى الحمد لله جاء فاتن جاء الإطفاء سامي الماء يبدو هادئا ولكن من السهل الإنجراف عميقا في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفاء سامي أحسنت يا ميش ميش وداعا يا شطيرتي آه فارس ومحسن تأهاني في البحر بلغنا أن صبيين مفقودان في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فات في مروحيته حالا يا سيدي دعي الأمر لي سامي يمكنك القدوم يا ميش ميش لا بد أن ساميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القبطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ ربما أبحرنا بعيدا عن اليابسة آه اييييييي أوه آمل أن يكون بخير إذا كان في البحر سيجدهما سامي ليس لدينا طعام ولا ماء هذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس رجاء اهدأ يا محسن لابد انهم يبحثون عننا لكن المحيط مكان كبير جدا وسنكون اشبه بابرة في كومة قش كبيرة ها هاي هاي هنا نحن هنا نحن هنا هاي هاي اخبار رائعة سامي لقد رأيتهما لا اعرف كيف وصلا الى هنا سننضم اليك قريبا شكرا يا فهد انتهى انا ااسف يا سامي نمنا في القارب لا لا لقد علقت النجدة هيا اسحباني ساعداني هيا بالسرعة المشكلة في اذني انهما اكبر من اذني اوه هذا سخيف نحتاج الى المساعدة كان يوما سيئا من الصبح حتى الغرور قطعت المشت فقد طلقت ثم اصبت بالكسور ماذا؟ رأس رئيس قسم الاطفاء علق بين قطبان السياج سامي سامي واماني لم يعودا وانا الوحيد هنا لا استطيع فعل شيء او ربما استطيع هناك شخص في ورطة يجب ان افعل شيئا نينا 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 انظري انه ايمن ايمن مستعد لأداء الواجب انا مستعد وقوي لا مشكلة سأخرجكما تامر احضر لي جهاز الخالع انه في مؤخرة السيارة على الفور النساء والاطفال اول ادى اوه ولدي الحبيب انت بامان اريد منك الان ان تحررني من امي احسنت ايما ولكن لنبقي الامر سرا بيننا من فضلك حاضر يا رئيس قسم الاطفاء هل كل شيء بخير؟ نعم كل شيء بخير والفضل لأيمان انه باطل يا سامي ياله من رجل اطفاء الاطفاء ايمن دائما مستعد وقوي يا سامي حتى بصاق مكسورة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة